موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لمتابعة تال في بطولة المرشحين عام 1959 فهذا هو لقاؤه الرابع مع فريدريك اولافسون جراند ماستر ايسلندي وعلى فكرة بالبحث لقيت ان ايسلندا من الاتحاد السوفيرتي او من روسيا فده برضه من الناس اللي مش من الروس اللي في التمانية الموجودين في بطولة المرشحين اللي معانا فريدريك اولافسون جراند ماستر ايسلندي طلع بطل ايسلندا ست مرات ولعب قوي جدا وخلونا نشوف عمل ايه مع تال قبل ما يبدأ يا ريت محدش ينسى يعمل لايك ولا او مرة تشتركوا في القناة وانت بتتابع السلسلة دي انا عاوز اقولك ان انا بتفرج على تال المكافح اللي لسه عمره ما كان بطل عالم وهيبقى بطل عالم فهو لسه بيكافح واحنا بنتفرج عليه كلاعب من لاعبي بطولة المرشحين مش بنتفرج عليه كبطل عالم بيعجن فيهم فانت بتتفرج على تال وهو بيشق طريقه نحو بطولة العالم حاول يعني بطل عامك في حزاؤه حط رجليك في حزاؤه يعني خليك مكانه زي ما بيقولوا كده وشوف كده احساسه مع كل النقلات ومع كل الماتشاط الرجل اول مباراة خسر ثاني مباراة كسب ثالث مباراة خسر رابع مباراة النهاردة مش حافين هيعمل ايه يلا بينا نشوف لعب بيدق مالك تال وC5 Nf3 D6 ببساطة لعبه النكدورف ولعب بيشب G5 ده كان اشهر لين في الوقت ده البيشب G5 اسمه اشهر لين عن نكدورف بيشب G5 التكملات دلوقتي بقت بيشب E7 وبعدين كوين F3 وبعدين نايت بي D7 أو كوين C7 كوين C7 قبل نايت بي D7 اعتقد يعني بدل ده يتلعب الاول كوين C7 عشان تمنع بيشب C4 لان ابلعب ده بالاسود فعارف F4 كمان فيه لين مشهور جدا جدا هنا البويزن بون كوين يبص على البي 7 مدام انت طلقت الفي لبرا وعليها كوين D2 تتلعب وتاخد البيدق وهكذا وده لين شارب جدا وعنيف وفي ناس تانية اشقية جدا بعد كوين هنا بيقوم لعب A6 بس ويقول له خد البيدق براحتك واقوم انا ايه؟ زي نقلك الوزير بتاعك وامورك هتبقى صعبة جدا هنفعش تاخد البيدق بعد A3 دي لكن اذا تلعب في الجيم الاول H6 الفيل رجع قاله لنا لسه هربطك مش ناوي اكسر وبعدين تلعبت كوين B6 وعليها A3 A3 علشان ما تاكلش علشان هربطك الوزير نايت والفيل رجع الرجع اللازيزة دي في وش الوزير فالوزير اضطر انه يرجع في C7 علشان ما يتكشفش عليه اي كشفات ويتعمل مع مشاكل كوين F3 بافكار D4 D5 وهنفتح على الملك او يبايد طويل هنشوف اللي هيحصل بشب E7 تبييد طويل بشب D7 واضح انه يبايد طويل والتال هنا يقول له على طول D5 بايد طويل براحتك بس انا عندي افكار زي ان انا ازقق دلوقتي ومشيك من مكانك وممكن ازقق على الهوى ثاني ولما تمشي هنا بقى في اضعفات ساعات يعني ممكن يحصل حاجة من دي بس على طول على طول ولفظه قال له G5 يا معلم وعايزك تعرف معلومة مهمة جدا في هذه التفريع في هذا التفريع او في هذه الاشكال ان لو لسود استطاع ان يحصل على هذا المربع مربع E5 يعني ما يبقاش في بيادئ من الابيض حامية المربع وحط فيه حصان او وزير او 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 اعرف ان الاسود هيكون بخير جدا 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 في التفريع ده وعلشان كده هو بيقول له كل عشان خطري وانا هحط الحصان تمشي بعدين ممكن ااكل او ممكن ااكل ده وكمبيوتر مدينة فوق ستة من عشرة تال فاهم الكلام ده فاول ما شاف G5 ام واكل وبعدين ام واكل بحيث ما يبقاش فيه قطعة وقفة في ال E5 يا سلام عليك يا عم تال بعد ما اكل بيشب D4 على طول يا تارى نفسك تعمل كده وكل مربعاتك البيضة تبقى فيها هذه الثقوب والفيل يبقى يطلع كده كمان شوية ويلعب هنا والحصان في لقطة ما اللقطات ينط هنا واضح يكون صعب جدا ولا تهرب من الربطة لاني بهدد ان انا دلوقتي اكسب قطعة قال له والله بص ان انا نلعب كده وحتى على ال انجين روك H6 علشان احمل قطع بتاعتي وفي نفس الوقت ما قداش اهرب بالحصان في حتة لاني اخسر رخ كاملة وتالي ام الدي له تاني H4 تعالي ايه فكرة H4 هو انت تقدر تاكل؟ انا هاكلك يا بني هقولك اولا ما تقدرش انت تاكل لانك لو كانت هكسر وهاخد حتة وما تقدرش تاكل عشان هاخد حتة برضه يبقى انت ما تقدرش تميد ايدك على البيضة اصلا في نفس الوقت 9D7 تلعبت وتال يحقق امنيتو H5 بدأ سالك مدعم ده هيروش لطول الجيم البيضة ده ولو انت تفرجت على المطش اللي فات فانا عايزك تاخد بالك من اللي هيحصل للمطش ده جدا لان تال احد مميزاته انه يتعلم بسرعة جدا ويتعلم من اخطاءه بسرعة ودي مميزات عموما ابطال العالم او مميزات اللعيبة المشهورة جدا في الشطرنج انه عنده learning curve او معدل تعلم سريع QA5 ناوي بقى خلاص ياخد الكنتر بتاعه B5 B4 بشب B5 تعالى لي بس كده الاول بس اما اديك كده كشاته وبتاعه قاله لا مفيش كشاته قاله خلاص QA2 عشان ما تزوقش بزيادة وتفتح الدنيا عندي على الملك QB7 QB3 هاتي البدأ ده واحد يقول لي طب ما نلعب D5 ونرتاح واعصادنا تبقى حلوة انت تاكل هو ياكل وتمشي ونكسر والحياة تبقى متنيلة ووضع مهبب طبعا تدرش تاكل ده عشان وزيرك ما يتعلق ولو انت كانت وزير في وزير باك ولا انا بالحصان وما فيش حاجة وكمبيوتر بيقول لي صفار الا ان للأسف النقلة بتاعي D5D بلندر عشان الحصان بيرجع بمنتهى الهدوء عاوز بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ حصان في بيدأ تاكل انت يبقى انت خرمت نفسك على الاخر والكمبيوتر بيقولت فوق ثلاثة هاتي الوزير QF5 أو QB2 QB3 وخلاص انت وضعك الملك في نص الرقعة والرخين مفتوحين والفلين والبيدأ دا ضعيف يعني وضع صعب جدا ولذلك D5 ليست الحل الامثل وانما KF7 يحمي البيدأ وبعدين تال يقوله QE3 انا عايز وزير في بيدأ على حص الرقعة انا مش هرحمك مش هديك نفس يعني تاخد وقتك وترتب قطعك لا 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 على طول هاتي البيدأ RG8 حمينا البيدأ ورجع ادخل الاول KB1 نايت E5 بعدين نايت C3 لا الكمبيوتر هنا بقى مقترح نايت B4 اضغط على الفيل الجامد ما ده احد الافيال القوية لو انا خدته هيبقى وضعي افضل وفي نفس الوقت هاتي البيدأ لو رجعت بالفيل بكسر وبفتح هذا الفيل لا تستطيع ان تشاركني الفيل اطلاقا عشان باكل هنا فتفوق كبير الكمبيوتر مدي تفوق اثنين واحد من عشرة بقى واحد وسبعة دلوقتي باستفوق كبير بعد Rd3 ويكسر ويرجع بالرخ ب3 طبعا دي بلندر مش هتتلع لو جاء كده خلاص بتاكل وزير في بتاعه لكن QA7 احد الترشيحات وكمبيوتر مدي تفوق ثلاثة بعد QD2 تنزل سبعة برضو لو جاء كده برضو عندك وزير في بيدأ ما زالت موجودة فالوضع هيكون صعب جدا لكن تال لعب لعب البناء ادمين بالحصان العادي يرجع الحصان يلعب بدا ما عادش في افكار ان هو الوزير موجود ويفتح الفايل وبتاعه وبدأ يجوز بمنتهى الهدوء على البيدأ اللي في الوسط ده وبدأ يجيب الفكرة تاني دلوقتي منعه من انه يروح المربع بس قال له QC3 انا على فكرة عندي بيدأ سالك مدعم ومعنديش مانع ادخل وقال له ما فيش مانع هاتي امعلم البيدأ قال له لا انا هحمي البيدأ B4 لو كالت هاكل بالفيل حامي اسف حامي وضاغط لو ما كالتش ولعبت نقلة زي دي انا هاكل وبعدين هيبقى عندي المربع ده قوي بالحصان او بالفيل بشيب تيكس انا خدت البيدأ ده مقابل ان تاخد البيدأ الوسط ده ما فيش مشكلة بشيب بيفور انا عايز ده كمان لو سمحت المالك جاي يحمي الفيل بتاعه وعايز باني زوق ايه دي فايف الحصان يرجع له هاتي الفيل وهاتي البدأ بقطعتين فللاسف واقع بيدأ كمان وبعد ما كسر سي فور اسف دي فايف اتلعبت وللاسف دي فايف دي كانت نقلة مش كويسة علشان تال على طول قرر الرقعة كويس ولعب سي فور سي فور فكرتها ببساطة انك لو اكلت فانت تفتح نيران جهنم على هذا الفيل لو رجع ياكل بتاكل بالرخ تاني ولو سمحت هات لو رجع يحمي فالبادئ ممكن تجري منتهى البساطة عندك ايه سيكس ويننج، روك سي سيفن روك ايسيفن اي حاجة ويننج انت لو مشيت بس كده عشان تفتح بس الالفيل يلعب تفوق تمانية ولو البادئ بتجري مالهاش حل فبعد النقلة بتاكل سي فور دي روك بي ايت تلعبت وتال زي ما قلتلك يتعلم من المطش القديم ويعمل اضعافين على الرقعة رخ وقفة عشان البيدأ ما يجريش والبدأ الثاني بيجري من الجنب ده يلا بينا الرخ رجعت الملك مشي من الربطات والمشاكل خلاص البادئ اتزبطت وبقى فيه 2 connected pawns بدائين سلكين وهنا أكل البيدأ ولكن وقف في فيديو وفكر تال ممكن يكون عمل ايه وانا هعتبر ان انت رجعت وعملت لايك واشتركت في القناة والنقلة هي روك دي سبن بكيش تضحية فرق واضحة جدا هياكل ياكل لكن خليني اول لو ما قابلش الفرق واكل ومشي هنا مثلا التكملة ممكن تكون ازاي وتجيب وينينج ازاي من الشكل ده قالك اي سبن لو سمحت انا بهدد اكل الرخ وعايز ارقي الرخ تمشي ورخ هنا عايز ينزل ويجيب وزير يقول له روك ايج سبن لو نزل هاكل بكيش الاول وبعد كده اكل رخك ونفعش تنزل وهنا النقلة السحرية الرخين يتجاوزوا بهذا الشكل وتضحي الفرق بالعافية لهو اكل دلوقتي حاجة زي كده فانت بتاكل بالفيل عادي جدا وعملت حاجز ما بين الرخ والرخ بالفيل وكمبوتر ميدت فوق تسعة في هذا الشكل بيشوب تيكس وزا تشاك وتكسر وتضح البدء الثاني وثالث وخلاص وينينج 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 ولكن في المباراة بعد الكيش اولافسون قلب لا مش قلب قبل قبل الفرق والملك نزل وبعدين اخر نقلة في المباراة بوم اي سيفن الفكرة البساطة انك لو حاولت تمنع الترقية بهذا الشكل فبنلعب كده لو حاولت تمنعها بهذا الشكل فبنلعب كده برضو لوكالك هجيب وزير برضو وده هيبقى كش متات يا معلم يتقلق بطل قصتنا ميكايل تال ويكسب مباراة عن جدالة واستحقاق اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة والتابعوا السلسلة الممتعة جدا دي الماتشات دي 90% منها لم يعرض من قبل في فيديوهات لانها ماتشات مش مشهورة لكن حبيت جدا اعرضها لان الحقيقة هي بتبين الطريق بتاع واحد مجتهد وصل من انه يبقى لاعب في الكاندرات الى انه يكون بطل عالم اشتركوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته